انا ازاي بدأت الحظر وحتى الان مكمل فيه والدنيا ماشية معايا تمام انا متكيف مع الحظر والقعاد في البيت ومش حاسس باي قلق على الجانب الاخر واحد صاحبه هيطق ونفسه كل حاجة تخلص وهيموت من قادة البيت والفراغ وعاوز يرجع بقى تاني لدركة انه شكيكني في نفسي انا ليه مش حاسس باللي هو حاسه ده وكتير غير وحاسين نفس الاحساس وانا طبيعي ولا في ايه علشان افهم الفرق بين نظرته ونظرته كان لازم ارجع الورا شوية وفكر في الفرق بين نظرته ونظرته النفس الموقف اللي احنا فيه واكتشف الفرق بين شخصيته وشخصيته ونظام حياته ونظام حياته من قبل الازمة بزمان انا طول عمري عندي مساحة جوايا خاصة بيا جدا ممنوع اي حد ايا كان يقرب منها المساحة دي هي مركز دماغي من ذكريات وافكار وتخيلات طموحات العظم منها والعبيد حاجات عاوز اعملها مش لأي فايدة ملموسة هي بس لدماغي حاجات نفسها تعلمها بس لدماغي حياتة ني خالص عايش فيها الوحدي ومكونها على مزاجي بعرف افصل فيها عن الحياة اللي كلنا عارفينها وبقدر استغنى من عند حياتي بتاعت اللي هي جوا دماغي على العكس صاحب دل حياته قايمة على معطيات تؤدي النتائج حياة كلها واحد زائد واحد يساوي اتنين هو عبارة عن رد فعل للفعل اللي بتعمله الحياة ما عندوش مساحة في دماغي تخصه هو كلها حياتية نمطية بحتة هو الاتنين صح لكن اهمال واحدة فيهم غلط التوازن ما بين الحياة واللي بتتطلبه ودماغك وافكارك الخاصة مع وضع في الاعتبار انك انسان ربنا ساخل لك كل حاجة مش العكس فلما الحياة حصل فهض رب ومشت بالشكل غير المعتاد صاحبنا اتوتر جدا والتوتر الخارجي للحياة نعكس عليه ما احنا زي ما قلنا هو رد فعل للحياة انا بالنسبة لي لقيتها فرصة ان نضرب غطس في المساحة بتاعتي وفرصة رتبها واشوف انا كنت مأجل ايه وايه اللي ممكن ابدأ فيه الوقتي وهكذا لقيت عندي مهام كتير جدا وممتعة جدا ما انا اللي عملها اصلا انا فعلا مشغول ومش حاسس بالوقت ومش فاضح حس بتوتر الازمة وتابع الحالات وعدد الحالات والكلام ده كله لان حياتي بتاعتي زي ما بيقوله كده سيعاني الفرق بينا ان طول عمري مهتم بجوايا واللي بره اكسسوار هو اقل ابد منه بس مش هو الاصل هو دايما كان مهتم ببراه وشايف ان اللي جوا ده ملوش اي لازمة طالما محدش شايفه يعني مثلا على جهاز الكمبيوتر بتاعي لازم تلاقي جيمز ولازم في الجيمز اللي انا بلعبها في مثلا لعبة الفيفا انا عايش فيها تماما وفيه ليا فيها حياة وبضرب فرق وبفكر في التشكيل وبفكر هبيع اللعب ان هو واجب مكانه ومين وبفضل دماغي من ضغوط الحياة اللي احنا غرقانين فيها حصلت الازمة وحصلت ظرف اكباري خلاك اللي لازم تقعد في البيت يعني جواك فاللي كان مهتم بجواه مش زي اللي كان سيبقى خرابة من زمانه انا كنت دايما انصحه اقول له لازم يبقى لك مساحة خاصة بدماغك لما تروح بيتكو بالليل تغوص فيها هواية بتحب تمارسها عادة معينة بتحب تعملها حاجة لدماغك مش لازم تكون شغل مش لازم تكون حاجة اللي هي لها فوائد ملموسة وتأثر على روتين الحياة والحاجات دي كلها اهرب من روتين الحياة بالمساحة دي فكان طبعا يستهبلني ويشوفني ايه العباط اللي بيقوله ده مهما كنت مسحول في الحياة وده طبيعي طبعا بس لازم يكون لك مساحة خاصة تستحق انك تحارب عشانها وعلشان تكون اللي فيها يعني هي مش نتيجة رفاهية ولا فراغ مش عشان انت فاضي يعني بيتكون المساحة دي لا كل ده انا كنت بعمله من غير مقصد فالحطت في موقف خلينا حس باهميته وديه فرق معايا تعال بقى نبعد بالكاميرا ونوسع الكادر شوية ونشوف الموضوع بشكل اكبر واشمل تخيل العمر خلص وده اكده هيحصل يعني لا خلاف على ذلك وكل حاجة بنجر علشانها بقت بلا قيمة وبقت القيمة الحقيقية لحاجة كنت مهملها تماما فخلينا نلحق من دلوقتي وفي فرصة ان انا الوقتي ابدأ اعمر جوايا اللي هو مكمل معايا للاخر ومش بقولك يزهد ويسيبك من الحياة والكلام ده لا لا خالص بس لازم توازنها صح متنساش نفسك